تحيات سام سي اي بي وماذا نرى لهذا السام الذي ما زال يتداول في ودعم مستويات ال 73 ونص الى مستويات ال 74 جنيه وانا عندي وجهة نظر مختلفة في السامدة او احنا لاحظنا السامدة احنا قلنا في التحديث بتاع امس احنا عملنا موجة وصححناه على شكل اي بي سي وده كان كنتركت وعملنا الموجة التالتة وبعد كده صححنا على شكل اي بي سي والموجة الخامسة والاخيرة جات ممتدة وطبعا متأثرة بقرار التعوين بتاع النارد يعني انا عكده عملت موجة مفهود ان انا هعمل ايه هبحث هنتصح كل هذه الدورة السعبية نمتفين الموجة الاولى بتاعاتنا ممكن تصحح ما بين مستويات ال 78 لحد مستويات ال 61 فيبو صح احنا السام من منطقة ال 78 لمستويات ال 61 فيبو ما بين مستويات ال 62 65 نايفش لحد مستويات ال 75 جنيه وانا عندي منطقة الطلب رباسية لها مناطق البيكس فور بتاعتي اللي ما بين مستويات ال 74 لحد مستويات ال 73 ونص لو انت دخلت السام ده وخاركت في المنطقة اللي احنا كنا ايلينا عليها لعند مستويات ما بين ال 80 لحد مستويات ال 84 خلاص انت كده كده خاركت وجوه السوق وما زلنا بنرايب المنطقة دي اه لأ من السام لو قصر مستويات ال 71 واستقار يتحت منه واعتقد ان ده مش يحصل ما زلنا بنستهدف التراجع الاسهار لقرب المناطق ال 74 لحد مستويات ال 73 ونص وبعد كده هنشوف ردة الفئلة عند المناطق دي وبعد كده نحدث وجهة نظر لو السام استقار في المستويات ال 77 جنيه وبقوة والداني شامع بفوليوم قوية جدا انا اعتقد ان السام هنرايب ال هيكلية بتاعت الصعود بتاعته لان السام ممكن ببساطة يديني هبوط يسعد يديني التصحيح على شكل اي بي سي تمام وينزل يديني موجة اخرى ما قبل تكملة الاتجاه الصعود وده اللي احنا عايزين نرائب هيكلية التصحيح اللي جاية وهيكلية الهبوط انا شايف ان احنا عندنا هبوط خماسي واضح جدا مازلنا ان ننتظر تصحيح على شكل اي بي سي والاهم ان انا عايز اشوف السام هيعمل ايه ما بين مستويات الاربعة وساميه لحد مستويات التلاتة وساميين ونصف مش عايزين نستعجل في الاحكام وكده كده بكر اخر يوم في الجلسة هنشوف ردة الفالة وبعد كده نقارع نعمل ايه لكن الواضح ان دي دورة سرية مكتملة الموجة الخامسة منها جات ممتدة والموجة الثالثة كانت مضغوطة شوية اعتقد ان السهم متحول على تريند ساعد ولكن الاهم ان هو يبدل مستقر في منطرات الانعكاس اللي بتمثلي منطرات مهمة جدا اللي هي عند مستويات الاثنين ونصف حد مستويات التواصلين جنيه وبالتوفيق